في مخيمة تندوف بجنوب غرب الجزائر يوم جديد من الاحتجاجات للمطالبة بتطبيق القانون في حق منفذي اغتيال ولد البخاري بامبا ما يربو من مئة شخص منحدرين من قبيلة أولاد تيدرارين استأنفوا اعتصامهم اليوم أمام دائرة تيشلاب المخيم المعروف باسم مخيم أسرد منددين بإقدام عناصر من البوليزاريو على مساعدة دي ولد محمد لغدف في العام 2013 ودي ولد عثمان بامبا في العاشر من الشهر الماضي على الهروب من سجن ذهبية وهما متورطان في اغتيال قريبهم ولد البخاري بامبا في العام 2004